شوف الحركة الدستورية ظهر تتبنى مبدأ التراجع عن الباطل يعني أفضل أو الاعتراف بالحق فضيلة فبالتالي هم اعترفوا في النهاية بالحق ووجدوا أن الحق فيه في هذا الأمر فبالتالي أنا أرحب بقرار مشاركتهم بغض النظر إذا الناس تعيب عليهم أنهم قالوا ما قالوا في المشاركة وما إلى ذلك هذا أمر يعني متروك للناس وقناعة الناس هل الناس اقتنعوا بكلامهم الذي قالوه قبل المقاطعة أو أثناء المقاطعة هل الناس الآن تجد مبررا لهم في الحالة السياسية عندما تسقط الناس على برلمان موجود تجرب النقيض وبالتالي عندما تكتشف أن النقيض أيضا لم يحقق تقدما تعود إليه هذه حالة المدوى الجزر في السياسة معروفة فبالتالي دع حدث تعود مرة أخرى أهلا ومرحبا رحب فيهم وهذا اعتراف منهم بأن هذا الطريق الذي يعني وقع أو هذا الخطأ الذي وقعوا فيه كان خطأ منذ البداية وربما يكون مقصود يقولون حق العالم والله احنا شوف مجلسين ما شاركنا شوف المجلس ما حقق شيء هم من وجهة نظرهم ما حقق شيء عندما يعودون الناس راح تطالبهم تقولون يلا عاطونا شيء يتحقق فبالتالي الناس سوف يحكمون هذه اللعبة الديمقراطية الناس هم الحكم في مثل هذه الأمور أما مسألة لحسوا وعودهم وكلماتهم أنا أتركهم للناس حدث لديها مريدين لديها عشاقها لديها أنصارها هم الذين يحكمون على حدث